السلام عليكم معكم طلال نقار بتابع معكم بكورس الأخلاق الطبية في عنا ضيق مميز اليوم خليني رحل بأول شي بأخينا باسل باسل طراب أستاذ الأخلاق الطبية بجامعة بوستن وجامعة هارفرد وحكينا أنه هيبدأ قريبا تدريس بجامعة هارفرد كيف أخينا باسل أهلا وسهلا يا أهلا طلاش وأخباره أهلا وسهلا نحن الفيوتايل كير الكتير كان في دليقات أنه ما كفتهن الحلقة فنحن تابع بالفيوتايل كير وحنخصص الكلام اليوم عن مجموعة مميزة من المرضى حقيقة هنن الأطفال بمقتبل العمر طبعا كوني أنا ما لدي طبيب أطفال وكونك يا باسل ما لدي طبيب أطفال فهن لازم نستضيف أخصائي بطب الأطفال وأنا سعيد جدا أنه نحن معانا أخونا الدكتور مهند المعلم مهند هو تخصصه مو بطب الأطفال إنما حتى بطب النيو نيت اللي هي الخدج أو الأطفال بأول مراحلهم العمرية فهو طبيب عناية مركزة عند الأطفال براحل فيك أخينا مهند أهلين أخي طلال بشرف نكون معك بهالكورس المميز مع الأخ باسل كمان وشكرا على الاستضافة كيف رضاك عننا؟ تابعت شيء من حلقاتنا السابقة؟ والله تابعت موكل الحلقات ولكن حلقات متقطعة والحمد لله ما شاء الله عليكم جهد مميز وكلام جميل وبيفتح الأفاق قدام الأطباء اللي يفكروا بشكل أوسع حول أخلاقيات الطب جميل جدا أخينا مهند تعرفي بحالك سريعا؟ أنا طبعا يعني جلا ما لا يعرفك شو بيقوله اللي بيجهلك يعني أنا علاقتي مع مهند طبعا ربما الزمناء ما بيعرفوا أنا بترجع 25 سنة أو أكتر مهند أنت وين عم تستغل حاليا؟ طبعا مثل ما ذكرت أنت أنا طبيب أطفال اختصرت بأميركا طب أطفال بعدين تابعت باختصاص العناية المركزة لحديثي الولادة والخدج حاليا بيشتغل بجامعة إنديانا كاستاذ مشارك بالجامعة بدأت ممارستي لطب العناية المشددة أو المركز الخدج بالألفين وإداعش بجامعة أوهايو ستيت لمدة ما يقرب العشر سنوات بعده أخذت سنتين بالسعودية بالرياض بمشفى الحرس الوطني بمشفى الحرس الوطني ما شاء الله جميل ورجعت حاليا على جامعة إنديانا يعني ما شاء الله يعني خبرتك بهذا المجال مجال الطب العناية المركزة عند الخدج أو النيونيت من نسميه هون أو النيونيت آي سي يو من حوالي 13 سنة هلأ أو 12 سنة ما شاء الله يعني خبرة جميلة جدا جدا فنحن لازم ناخد كل يعني الفائدة منك اليوم إن شاء الله إذن الله طيب أخينا باسل أظن حكينا بالمرة الماضية أو ربما حكينا بجلسة أنه دائما في فرق بين أو معنى آخر العناية عند الأطفال أو طرفي العمر الأطفال مقابل الكبار بالسن حكيت لي إنه موضوع الكواليتي أوف لايف وإنه الأطفال دائما الأخلاقيين بفضلوا إنه يمدوا بحياتهم مهما كان النقاش صحيح؟ نعم مو الأخلاقيين ولكن بشكل عام المجتمع أو حتى المجتمع الطبي فيك تقول بشكل عام يعني بيميلوا أكتر إنه لما يشوفوا طفل إنه دائما المحاولة على الرغم إنه دائما يحاول نعطيه جودة للحياة أفضل ونفكر فيها ولكن عادة الناس بتميل إنه لأ هذا طفل صغير خليه يعيش أكتر إنه هذا السماء أخذ فرصته بالحياة لازم نخليه يعيش لازم نخلي مواردنا بتجاه بهذا الاتجاه وقراراتنا رايحة بهذا الاتجاه كمان بينما بينما بطرف الآخر من المعادلة اللي هن كبار بالعمر عادة من رأى هدول أخذوا فرصتهم وقضوا عمر هون يعني خليوهم يفتاحوا بآخر في المهم الحياة هلأ أنا عدت زملاء من طب الأطفال ربما مهند كمان يأكد لي هالكلام هلأ أنه قرار الـ DNR قليل ما يتوقع بطب الأطفال مو بتلكبار الكبار قرار الـ DNR هي وعدم الإنعاش سهل مو بديقول سهل بس بيتوقع موجود يعني بالممارسة يعني طب الأطفال في كتير العنايات ما بيعطرفوا هذا القرار من نفس المبدأ اللي عم تحكي أنه هن بيحاولوا ويمدوا بالحياة مظبوط أخينا مهند هالكلام بالعموم هو قرار ما نسهل اللي يتاخذ بمجال الأطفال خصوصا بمجالي أنا العناي مشدد الخدج لأنه الأهل بيكونوا طبعا عم ينتظروا بفارغ الصبر ولادة المولود الجديد وفجأة بيكون معه مشاكل سواء ولادية أو تتطور بعد الولادة فبتكون عندهم صعب كتير يتفهموا فكرة أنه بيقولوا خليه يعني يرحل عننا أو يتوكل يعني بمعنى أنه تعب بما فيه الكفاية بمعنى آخر العاطفة عندهم تكون هي الغالبة صعب يفكروا بعقلهم أكيد أكيد بدي يكون في عاطفة جياشة بالناحية الأم بالذات بالعموم بلاي أنا الأب أقرب بلاي يتفهم الموضوع بكتير من الأم فبيكون في كتير أخذوا عطبناتنا وحكي يضاح الموضوع يضاح الوضع الحالي لحتى نوصل للقرار اللي هو هل الاستمرارية أفضل للطفل ولا إنهاء حياته أو وضع حد لمعاناته بالمعنى الآخر رح تكون الخيار الأفضل للطفل فقرار قليل ما يتأخذ ولكن نتعامل معه بشكل شبه يعني إذا مو يومي شبه أسبوعي طبعا هون نحن نحب نأكد على الفكرة أنه نحن كأطباء نحن بنهاية بشر وعندنا عواطف بس نحن كأطباء لازم نفكر بعقلنا ونتفق أو خلينا نوفق بين عقل الطبيب اللي هو طبعا بشر إذا نشكر بعاطفته ما بتزبط يعني لازم يفكر بعقله وبين عاطفة الأهل اللي هنن غالبا عاطفين وخاصة بطب الأطفال متنمائلة ونوصل لحل واتفاق مشترك بين التوفيق بين العاطفة وبين صوت القلب وصوت العقل مضبوط أخينا باسل نعم صحيح هلأ أحد شغلات المميزة لطب الأطفال بشكل عام والخدج بشكل خاص يعني هلأ أنه دائما هذا سؤال نطرحه أنه مين هو أفضل شخص ليقوم بأخذ القرار بالنسبة للنريض لا يمكن الموضوع مستهل نحكي عنه وكان دقيقة هلأ في عنا هون نحن بطب الأطفال عادة وهذا الشيء مختلف شوي عن البالغين أنه بالإضافة للمريض اللي هو الطفل والفريق الطبي عندك كمان الأسرة والأم والأب طبعا هلأ الأم والأب مدعمة بيكونوا على نفس الصفحة مدعمة بيكونوا متفئين فهذا كمان ممكن يلعب دور حسب المكان اللي أنت تمارس فيه المهنة حسب القوانين تبع الولاية أو الدولة أو المكان اللي أنت فيه أحيانا رأي واحد منه بيكون كافي أحيانا لازم يكون عندك الرأيين مثلا حتى تحسن تأخذ قرار أنت من نيابة عن هذا الطفل حتى بالنسبة للإنسان البالغ مثلا عندما بيقرر عن حاله أنه أنا هذا العلاج ما بديه أو هذا العلاج بديه أتمكن تحكي معه وتشرح له ولكن بالأخير هذا قراره بالنسبة للطفل هذا شوي مضع مختلف أكتر لأنه ممكن الأهالي يكونوا متفقين مع الفريق الطبي فهون تقريبا نص مصيبة بتقول إذا الأهالي متفقين يعني هن الأوصياء الفانونيين أو قائمين بأخذ القرار عن بنيابة عن المريض بيكون نص مصيبة يعني متفقين مع بعض في حالات طبعا يكون طفل نفسهم خالب بها بالرأي ولكن في حالات أنه الأهل هن يختلفوا مع الطبيب فهون وقتها بتصير عادة المشاكل هلأ في بناءً هلأ في قاعدة ما رح سميها أنا فعنون بالنسبة لموضوع أخذ رأي الطفل أو أو استشارة الطفل لأننا في عمنا شي اسمه informed consent لكل البالغين يعني أي شخص بتعمله إجراء بتعمل شي اسمه informed consent في عمنا نفس الشي بالأطفال ولكن نحن كأخلاقيين طبيعين ما نعتبره فعليا informed consent لأن الطفل ما رح يكون فعلا informed أنت فعليا عم تتعلم أهله أو يعني عم توضح هاي الإجراء أو العملية للأهل وهن عم يأخذوا القرار بالميابة عنه ففي قاعدة بالأطفال نحن مسميها قاعدة السبعات اللي هو نحن نقسم عمر الأطفال على سبع سنين من صفر لسبعة الطفل غير قادر على أنه أنت تعطي رأي ما نعتبر على أنه يعطيك رأي فأنت ما فيك حتى تأخد رأيه بشي فلا فيك تعمل له شي عمر القانوني فما في وقع وراء فهذا يكون سنت اللي هو الإقرار بس في شي قبول أو رضا اللي هو السنت فمن عمر صفر لسبعة حتى هذا ما لك أنت مضطر تأخذ رأي الطفل من الطفل لأنه هو هيك ما راح فهم عليك اللي عندك بعدين من السبعة للأربعة عشر الأسنت مشجع ولكن ما نمطلوب لأنه في أطفال بين السبعة للأربعة عشر ممكن أنت تعتبر أنه هدول هنا يكونوا شوي وعين أكتر من غيره فيشجع أنت لازم تبلغهم شو ساير معهم خاصة مثلا إذا الطفل بدون توفى إذا في عملية كبيرة الطبيب لازم يقعد يحكي معه طبعا مع الأهل لازم لاقوا الطريقة الأفضل بين السبعة للأربعة عشر مشجع أنك تبلغه ولكن ما نمطلوب بينما من الأربعة عشر للواحد وعشرين فصار الأسنت مرة تانية مو الكنسنت مو الإقرار ولكن الرضا أو قبول الأسنت صار مفروض منك هلأ بين الأربعة عشر للواحد وعشرين كل مريض لازم يعتبر واعي أو هو قادر على الفهم إلى أن يثبت العكس بينما من السبعة للأربعة عشر يعتبر المريض غير قادر أو غير واعي إلى أنه هو يثبت العكس يعني هو بالسبعة للأربعة عشر هو لازم يثبت لك أنه هو فهمان وكبير وواعي بينما أربعة عشر للواحد وعشرين هو لازم يثبت لك أنه هو غير قادر على هذا الشيء هاي قاعدة وليست قانون هاي قاعدة أطباء الأطباء والأخلاقيين اللي الطبيين والأطباء بيتعاملوا فيها ليش فقط مشان يدخلوا الطفل بموضوع القرار الطبي هلا بحالة مهند هالكلام ليش يا مهند ممكن تشرح لأي مهند ليش طبعا مثل ما ذكرنا بحالتي أنا معظم كل الحالات اللي أنا بعالجها هي عبارة عن ما يسمى رضع اللي هي عمر السنة فما دون قليل كتير ما نوصل لعمر السنة ونص تقريبا عندنا بالعناية المشددة للحديثي الولاد فالموضوع طبعا يعني غير وارد ما باسل ذكر ما نوارد أبدا موضوع الحديث مع الأطفال ما راح نقدر نحكي معهم وموضوع متل ما قلت شوية معقد أكتر لأنه ما فينك تحكي معهم يعني حتى بعمر خلينا نقول سبع سنين بجوز يعني قياسا على أنا ابني لا سمح الله عمره سبع سنين بحس أنه ما خرج أحكي معه لسه على الثماني ابني الثاني على العشر سنين بحسه ممكن يفهم عليه تماما شو عم قل له شو عم نصير معه شو عم ناخده نعطي مع بعض بعمر الحديثي الولادة طبعا هالموضوع صعب ومعقد أكتر متل ما حكينا للموضوع النفسي والعاطفي اللي راح يتدخل كتير كتير ويتشعب كتير بنقاشاتنا بشكل يومي مع الأهل مو بس بموضوع انهاء الحياة وبدء بالحياة طبعا لأنه مثل ما هو الموضوع انهاء الحياة مهم بدء الحياة كمان مهم ممكن نوصل له الموضوع هذا لاحقا خلال الحلقة أنه شو هو العمر الحملي اللي ممكن نقدم فيه الإنعاش للخديج أو لحديثي الولادة الولدان بشكل باكر بحيث يكون الشي اللي عم نقدمه للطفل ده دو معنى مستقبلا بالنسبة للطفل ما هو ينقطي مهند نحن بالكبار لما كان واحد عمره ما بطول عمره 70 20 أو 30 أو 40 أو 70 سنة دماغه متطور تماما ونحن بنعرف شو هو شو البيز لاين تبعه وشو ممكن نخسر بسبب المرض الحاد الموجود عنده شو رح يبقى من دماغه شو رح يبقى من عقله شو رح يرجع بالنسبة للطفل أو للخداج هو عم يتطور هلا فهو لسا ما نحن ما فينا نحكي معنا بيز لاين أصلا نحن بدنا يا يوصل لمرحلة أو شو الدرجة المقبولة اللي هي ممكن نختلف عليها شو الدرجة المقبولة أو لا صحيح الكلامي؟ تصديقا لكلامك طلال في صارت أبحاث عن هذا الشي عن المستوى صنع القرارات وفعلا للناس ما بين فول 14 كانت قراراتهم آلية ونتائجها مشابه للبالغين اللي هنين فول 21 و 22 ندماغ هو مكتمل هذا بس عند الأطفال خدج فأنت هذا شيء مفقود نهائيا فأنت لاجه تماما للأهل بهذا الموضوع نحن مشان نحط المشاهدين أو متابعين بصورة اللي بيشتغلوا أخونا مهند أخينا مهند أنت طبيب أطفال فربما كان بنا طبيب نسائي معنا بس أنت أدرا بهذا الموضوع كونك أنت أدرا واحد فينا بين ثلاثة ناحل الحمل تمام الحمل هو تسع أشهر صحيح كلامي أنا؟ 42 أسبوع يعني أنا بديل لكها بالأشهر 9 أشهر فبالأسابيع هي 40 إلى 42 أسبوع هذا هو الحمل الطبيعي الحمل اللي بيستمر لعمر 40 أسبوع هو حمل طبيعي تمام؟ مصبوع هلأ لو نزل الولاد بعمر 36 أسبوع فهو بعده مقبول يعني فيك تلك ولادات بتصير بهذا يعني هو تمام الحمل يبدأ بعمر 37 أسبوع تمام فنحن لو طفل ودد بعمر 37 أسبوع لل42 هي كل الفترة هي شيء مقبول بالنسبة لأنه ما منعتبره بودة باكرة وما منعتبر عنده مشاكل وغالباً بيروح مع أمه على بيته تاني يوم أو تالي يوم كم يكون وزنهم بها الوسط الولادات الطبيعية أما عم حكي المرضية أنا؟ 3.5 3 كيلو تقريباً 3 إلى 3.5 3 إلى 3.5 كيلو جرام فنحن بحالة الولادات الأقل نحن كلما نقص أسبوع عن تمام الحمل كلما زادت الخطورة فاللي بيحكي عن 34 أسبوع غير 32 أسبوع غير 30 فشو أقل عمر حملي بالأسابيع مرأ عليك يا مهند بحالتك سواء أنت عم تشلال بأمريكا في معظم وقتك والشلال السعودي أظن سنة أو سنة ونص أقل عمر حملي كان الطفل أو الخديج قدر يوصل للحياة ويستمر بدون عقابيل دماغية وبدون ما يموت من دون عقابيل دماغية بدي أحكي بالـ 23 أسبوع وكم يوم 23 أسبوع يعني عقابيل دماغية غالبا 22 أسبوع وخمس أيام يعني نحن حاليا الطب بالأمريكا وبالعالم عموما قادر أنه ينقص خدج هلأ حاليا عندي بالعناية طفلين بعمر 22 ولدوا بـ 22 وخمس أيام هلأ هدون عايشين بس نحن ما بنتم نحكي عن هدول لأن هدول ما بتعرف شو رح يصبحين مع المستقبل بس أنت عندك بحال براكتس تبعك ما رأوا عليك أطفال أو خدج عالجتهم أنت وانقصتهم من الموت المحقق بغير بلدان والحمد لله الله شفاهم طبعا شاف هو الله وعاشوا حياتهم طبيعية بدون عقابيل دماغية أو ربما بعقابيل خفيفة صحيح هالكلام كم رح يكون وزنه بها الحالة اللي ولد بعمر 22 اسبوع أو 23 اسبوع شو الوزن الوزن الطبيعي مشان نذكر مرة لتالي المشاهدين هو 3500 جرام لأن احنا بالعموم حاليا ما منقدم أو منقول للأهل إذا الوزن أقل من 480 جرام ما منقدم إنهاش للطفل مو لأنه مو لأنه ما بدنا نقدم لأنه غالبا ما فينا نحط انبوب التنفس برغامة تبعية الطفل لزغرة لحجم الصغير جدا جدا ما فينا أصغر انبوب عندنا ما فينا نحطه بالرغامة هلأ 480 هو الحد العام للموضوع هذا أصغر ولد أنا وصلني أعاش 380 جرام سمعان هكذا باسي سمعان وهي الأرقام الأرقام بتسبب لنا مشاكل كثيرة نحنا على فكرة من جهتنا نحن باسي بتعمل تحكي عن 3500 جرام 3.8 كيلو يعني 10 بلنية منهم البيبي 3.5 كيلو أنت عم تاخد طفل أو أقل منه بسبع كمت يعني 10 بلين أو 7 أمثال يعني أو 10 بلين يعني بيكون قد كفك يعني نعم نعم طلال هاي الأرقام كتير مهمة وكتير بتعمل مشاكل لأنه هي الحد الفاصل فعلا ما بين أنه مستشفى ومستشفى قادر يعمل أنه هاي الإجراءات وهذا هون كمان مكاني بنعب دوره يعني أنت ممكن 21 و 22 أسبوع 23 أسبوع بإنديانا ممكن تكون بمنطقة نائية 25 يعني يعني ببلادنا السعودية أظن مهند أنت كنت عم تعمل نفسه لأنه مشفى الحرس والوطني مشفى متطور جدا فأنا أثق أنه ربما نفس الأرقام 22 ما كانوا ما نزلوا 22 لسه 23 و 23 بيعتبروا يعني بيأدموا ممكن يأدموا العناية بس بعد كلام مطول جدا جدا مع الأهل وما ما بيعرضوا على الأم قيصرية بينما عندنا نحن بيعرضوا القيصرية لأنه مو لأنه النتاج الحاصيل النهائي للولاد رح تكون أحسن ولكن يعني ما فيه ما رح يكون فيه مخاض غالبا طبيعي إذا فيه مخاض طبيعي رح يصير فيه كتير تراما يعني أذية أذية فظيعة للجلد وللعقل ولكتير أهدا هو بس بس مش هنحط للزملاء بصورة ربما حتى غير الأطباء نحن طبعا كل أسبوع زيادة وكل يوم زيادة بطن أم و للولد هو أفضل بس أحيانا كتير نحن مضطر وربما إن شاء الله من صديق أحد زملاءنا من طب النسائية أو طب التوليد نحن منضطر إنه ننهي الحمل حفاظا على حياة الأم أحيانا إنه إذا استمر الحمل ممكن يؤذي الأم يعني هذا هو السبب الوحيد أنك أنت تنزل الحمل بشكل باكر ربما هذا نخاش تاني مخاض باكر يعني يعني إنه هو اضطريت على المخاض ما أنت بقي لك ما قدرت تثبته أو إنه في خطورة على حياة الأم يعني مرة تاني كلما نحن كلما مددنا الحمل يوم واحد إضافي هيكون أفضل للطفل أو للطفل طبعا مجد طيب أنا أعرض عليكم حالة ربما تكون هي مثل يعني الطريقة للنقاش وطبعا مهند من خبرتك وباسل نتشعب بهذا النقاش الحالة عرضتها سابقا وأنا توقعت لأن الحالة تخلط بكتب الأدب وكانت أنا واثق من هالكلام وباسل بيشهدها هالكلام باسل درس الأخلاق بالـ 2020 وخلال دراسته الحالة هي اللي عرضتها بيوم الأيام أنا درسوها بشكل أكاديمي يعني يدخلوا فيها بتفاصيلها وعملوا سمينارز عليها وكذا هي حالة الطفل الإنجليزي تشارلي غار هذه الحالة بصعد بالـ 2016 بالـ 2016 أب وأم بإنجلترا ببريطانيا بلندن أحضر واحد لندن إجا تزوجوا جديد ومثل أي عروس وعريس إجاهم بعد سنة إذا طفل وعم ينتظروا مثل ما عم يحكي مهند كان ينتظروا يعني بفرحة وإجا لطفل وفرحوا فيه واركولون الناس أول أسبوع أسبوعين ثلاثة كانت الأمور طبيعية الطفل عم يرضع من أمه وعم الوضع مقبول هالحكي كان خلينا نعطي بقى قبل أشهر مشان تخيل شو يصير هالحكي كان بسبتمبر بعد شهر زمان بأكتوبر أو يعني تقريبا بهالكلام هذا لاحظوا أنه الطفل ما عم بيسموه بطب الأطفال فشل نمو أنه الوزن اللي لازم يكتسبوا ما عم يكتسبوا ما عم يكبر الطفل وما عم يرضع بشكل طبيعي فأخذوه على المشفى المشفى عملوا بدأوا التحالي ولقوا أن الوضع مانو طبيعي دهو الوضع على الطفل خلال التقييم وانتهى بالعناية المركزة فصار الطفل على جهاز النفو الصناعي طبعا هنا كانوا سريعين بالتشخيص وعملوا كل التحالي البراثية فطبع معهم في عوز بالدين اي تبع الميتوكونديريا يعني موت دي اي تبع النواة تبع ميتوكونديريا بالخلايا وهذا الدي اي تبع ربما مهند يشرحها أفضل مني اللي هي تبع الطاقة تبع كيف العضلات بتشتغل بدها ميتوكونديريا بدها مكان تصنع الطاقة فهذا بيخلينا نتخيل أنه غياب هاي الدي اي بهذه الأماكن ما رح يتسبب بالوفاة مباشرة بس هيتسبب بضعف كتير بالأعضاء اللي هي فيها ميتوكونديريا أساسية اللي هي العضلات فعضلات الطفل هذا ما عادت وجدت أو راحة صار عنده قصور قلب العضلات القلب تعبت الكلية توقفت عن العمل فصار عنده غسيل صار مضطر يعيش على أجهز الغسيل الكلاوي غسيل الكلاوي المستمر ودماغه حتى تأثر وكان بدأ ما نواعي طبعا وما نشغال تطور الحالة كان بعد شهر أو شهرين بشهر جاني وذي صار طبعا ما فيه لعلاج هذا الطفل معنى آخر ما فيه علاج معروف لهذه الحالة بس فيه علاجات تجريبية فالأطباء قرروا مع الأهل أنه نحن فيه عندنا علاج تجريبي حنجرب هو على الطفل ربما يزبط وربما ما يزبط لأنه بالأدب الطبي كله حول العالم في حوالي 20-30 حالة من المرض هذا فهون نحن أخلاقيا هاي باسل ربما عم يسمع أنه الأهل الأطباء عم يقترحوا علاج وعم يقولوا للأهل أنه هذا علاج تجريبي قد ينفع وقد لا ينفع فالأهل وافقوا هون فنحن أظن وين وين بيسموا أنه نحن كلها على نفس البيج يعني نفس الاتفاق وكان هذا الاتفاق يقدموا هذا العلاج بعد شهر بشهر جانب يعني بشهر كانون الثاني يعني صرنا هلا بعد أربع شهور من الحالة أو ثلاثة الشهور بدأت الطفل تدهور حاله وصار عنده اختلاجات شديدة تشنجات نجات كبيرة أو اختلاجات شديدة لدرجة أنه الأطباء بعد ما عملوا التصاوير والمري والإي إي جي والكذا ما عادوا واثقين أنه هو أصلاً واعي على الدنيا أنه في لسه شيء من الماء وقابل للإصلاح فهون الأطباء قرروا أنه هذا العلاج اللي كان بدون يقدمونه هذا الطفل صار فوتايل ما عاد مفيد وبالتالي هو مضي على الوقت ومضي على الأرهاق للطفل وما في داعي ومصلحة الطفل أنه نحن نوقف عنه كل العلاج هذا القرار للأطباء هون الأهل ما وافق فبدأت معركة قضائية ما حق تذكر تفاصيل ربما نحمل لأنه ما بهمنا الحالة بنفسها وإلا بهمنا كيف يصير الخلافات الأهل والأطباء مختلفين الأطباء بمشفى يعني نسيان اسمه صراحة بأحد ما شاهد المملكة المتحدة نحس شو اسم المشفى كان عفوا والله ما نتذكر بس هو كان أحد مشافر الـ NHS عندي عندي الاسم صراحة بس اسمه اسمه فالشاهد أنه المملكة القضائية بدأت أنه رفعوا أمره للقضاء والقضاء ما بدت بالمسألة بشكل جيد ولصالح الأطباء ردوا الأهل ردوا رفعوها لمحكمة الاستئناف الأوروبية وردوا بعدين رفعوها لحقوق الإنسان يعني القصة وصلت لأربع خمس محاكم والموضوع ما عاد انبت فيه لدرجة أنه بمرحلة طبعا هون دخلنا على الخط دخل طبيب أمريكي صارت قصة انشهرت عالميا فدخل طبيب أمريكي على الخط وهي الكلام المهند فقال لهم لا أنا بعالجه بس جيبوا ريالة عندي وأنا بقدم له العلاج هون زرعنوا للأمل للأهل والأهل طبعا بدون الغريء بتعلق بأي شي الأطباء البريطانيين كانوا واثقين من حما يقولوا لا ما بيفيد هذا الالاج ما بيفيد يعني ما بيفيد وحجزوا الطفل عندهم لدرجة أنه بالصحافة كتبوا أنه مشافي الصحة البريطانية تحتجز الطفل كسجين عندها أخيرا أظن هذا الكلام في 2017 صرنا فكان ترامب كان الرئيس وبابا روما هذيك الأيام اجتمعوا أظن بريطانيا فحكوا بالإعلام أنه نحكى فيها حكى بابا روما بالكلام وحكى ترامب بالكلام بأنه نساعد الطفل أخيرا القصة أظن كيف انتهت أنه طبعا يعني عاد عملوا M-R-I للولاد بعد شي 7-8 شهور ما عاد في عنده شي من جسمه M-R-I يعني تصوير يعني ما بقي شي يتعالج فأخيرا الأهل وافقوا أنه يمشوا مع كلام الأطباء وأنه خلص ننهي الحياة بس قالوا بدنا أمنية وحيدة أنه ناخده على بيته يحتفل بعيد ميلاده طبعا مستحيل هذا الكلام وهنا تبقى هذا الكلام يعني طفل مشبك بـ 20 ألف جهاز ويتحرك منه ربما نكش وحدة بيموت يعني بيوقف قلبه النبوطان فأقول المشفى شو عن الوقت هاي كلام ربما باسل بيأكدوا أنه نحن الأهل المشفى قرر أنه ما في نعمل هذا الشي عطوهم مهل الأهل أنه نحن ننهي الأجهزة بتاريخ كذا فإذا بتحبوا تنقلوا لنا مشفى تاني ويجيبوا لنا قبول من مشفى تاني ويقبل ياخده ويشرف على عيد الميلاد المفترض فنحن ما عنا معنا مع بطن طبعا ما في مشفى بالعالم حيرض يعمل هذا الشي وصل للموضوع الالتفاء النهائي تم فصل الأجهزة والله يرحمه قصة كانت مثيرة حقيقة فيها تفاصيل حلوة فحبت أسمع منكم شو تعليقاتكم على هذا الكلام نبدأ بباسل أو الملفت للنظر كان بهذه الحالة أنه ممثلة كثير شريحة من المرضى اللي نحن نشوفهم على الأقل هون بالغرب اللي هو للعلاجات التجريبية ولكن بنفس الوقت هي صراحة قصة ما رح قول نمطية ولكن موجودة كثير عن خلافات الأهل مع المرضى نادرا مع الأطباع نادرا ما تصير حالة هيك مثل هيك توصل للقضاء بهذا الشكل ولكن شايفين ها لأن المستشفى اللي اشتغل فيها باستر كان في عندنا حالات هيك كمان توصل بالقضاء وحتى المستشفيات التانية ممكن دائما توصل للقضاء ولكن أنه صير عليها الزخم الإعلامي هذا نادرا ما تصير سؤال أنت الحالات التي تصل للقضاء كان أن الأطباء في حالات كان الأطباء أعطوا تشخيص وفي علاج لازم يقرروا على المريض وكان مريض كان مريض تقريبا حوالي 14 سنة ولكن الأهل رفضوها وراحوا لجأ لطبيب يعني في طبيب لقوا مكان آخر قال أنه لأ أنا بعالجة طريقة تانية للبنت وفريق الطبي تبع بوستون شيلدنز وقت قال أنه ساجنين أو القصص ولكن بهاي المرحلة وقت القضاء حكم لمصلحة الأطباء طبعا الفريق العلاجي طبعا هي مو مصلحة الأطباء مشان صحي كلامك عفهم أنت معلم هي مصلحة الطفل هي مصلحة الطفل اللي قرر الأطباء الخاصية هي بيسموه the best of interest نعم 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 ولكن كان في حكم قضائي فيها ولهلأ يعني كنا بنذكر اسم هذا المريض اسم المريض جستينا بليتير بشأن ناس بدأت تبحث عبنا اسمه مان وسري يعني كل ما بنذكر اسمها بالمستشفى بتلاقي الناس بالكهراء يعني وكل ما بصير نقاشات بيقول لك ما بنوصل للمرحلة جستينا خلونا الحلة من هل بس خيني تذكر أنه نفس حالة شارلي أنه الأطباء ما بدون يعالجوا هاي النقيد إلى الأطباء والأهل رافضين كيف انتهت رفضة كيف انتهت نهاية سعيدة برأيي أنا نهاية سعيدة للمريض هي بالنسبة للأهل ما كانت نهاية سعيدة شو صار لأنه هيئة الطفل والمحكمة يعني هيئة الطفل تزمت وقتها بيحكي المحكمة أخذوا وقتها الوصاية من الأهل وعطوها لهيئة حماية الطفل واللي وافقت على رأي فريق الطبي وعالجوها بمستشفى بناعناها رأي فريق الطبي يعني وشيف هيئة بالأخير رجعت للطبيعة آه تمام يعني هيئة السعيدة اللي بديها أنه رجعت إنسان طبيعي وهذا اللي بهمني أنا صراحة إنه بالنهاية ما في إلا طبيعة 100 منية مثل الأبطال العديد ولكن رجعت لشيء أفضل بكتير مما كان للمشاهدة زهورات وقعادة طيب أخينا مهندة شو تعليقك على الحالة وربما الحالة اللي سمعتها من باسل هي النقيض لإلها تماما طبعا نحن نعاني من الحالتين مثل ما باسل ذكر آه منعاني من حالات الأهل آه فجأة بقولوا إنه نحن مثل ما بقولوا ويهاب انوف وما عارفين نتحمل وحاسين الولد عم يتعذب وبدنا ننهي الحياة مع أنه نحن برأينا الشخصي بيكون إنه لأ الولد يعني هلأ بس للمستمعين اللي يعرفوا عمليا نحن يعني أنا وقتل اللي بيحكي مع أهل هون بأمريكا طبعا مو ببلادنا أو بسعودية وقتل اللي بيحكي مع أهل بعمر السبعة وشي ثمانية وشي سنة عم نحكي نحن معدل النجاة والذهاب إلى البيت قريب الـ 95% 93% 95% مع التطور الطب والتطور العلاجات فموضوع الحياة والموت نحن تقريبا صار عندنا كتير تحسس إلو لأنه الشائع والأشيع للأطفال حديثي الولاد الخداش هو الحياة بحالة تشارلي طبعا حالة نادرة صعبة كتير على الأهل أكيد صعبة لأنه عاش معهم بشكل طبيعي لمدة ثلاث أسابيع قبل ما بلش الدهور وما الدهور حالته بشكل فضيع لعمر تقريبا الخمس أشهر تقريبا حتى وقتل ما صار مع الاختلاطات الدماغية أنا بصراحة بهيك حالة يعني بصف مع الفريق الطبي يعني بالعموم لأنه العلاج تجريبي الأذية الدماغية اللي صارت مع الطفل غير عكوسة صعبة كتير نعكسها نعرف نحن أذيات الدماغ مو عند حديثي الولادة عند الأطفال الناضجين يعني بعمر أربع سنوات وما فوق غير رجعية مثل البالغين بصير لا سمح الله جلطة دماغية المحل اللي ينصاب راح صعب كتير يتعوض حديثي الولادة سبحان الله وقتل بصير أذية دماغية دماغ الجسم بينقل الوظائف للجهة التانية فأحيانا نصير تقريبا نصف دماغ رايح وعايش الولد طبيعي شبه طبيعي لأنه ما نحن أنا وإياك وكل المستخدم تلت عقلنا تقريبا بالحياة اليومية فحالة شارلي حالة معقدة جدا جدا أتوقع يعني الأهل أخذوها شوي أكتر من الحد اللي لازم ياخدوه إلي يعني قد أكون ما فيني لومهم بيظلوا هن الأهل أنا طبيب بالآخر إلهم رأيهم الشخصي هن الأب والأم وهن اللي يعني بدون يشتغلوا الشيء اللي مقتنعين فيه ما بدون يعيشوا بال 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 الغلت هذا يعني حس بالشعر بالذنب حس بالذنب أو الندم أنه أنا عملت شي مو هو الأفضل للطفل وأنا ما عندي شك كمان أنه الأطباء كانوا عم يحاولوا يعطوهم القرار الأفضل للطفل بالعموم مثل ما قالت صار إلى زخم إعلامي وطبي أكتر بكتير من اللي لازم يوصل له ومثل ما قال باسل نحن نحاول جهدنا بالحالات المعقدة عند حديثي الولادة ننهي الموضوع قبل ما توصل لهذه المراحل وهذا اللي بيحطنا مع تصادم مع باسل وجماعة باسل لأنه بيحسوا أنه نحن مستعجلين بالموضوع وإذا الأهل خصوصاً الأهل يحاسن أنه لسه في مجال طبعاً رح يكون القرار أنه غالباً أنه صفه مع الأهل خليناً نعطيه فرصة تانية نعطيه فرصة أطول نعطيه فرصة فهذا هو الجدال اللي عايشينه دائماً أو بشكل عام دائماً مع الأهل من جهة إذا وصلت إذا ما قدرنا نوصل لتفاهم مع الأهل رح يكون مع اللجنة الإخلاق نعم أما تبدأ باسل بس شوان أكد عن نقطة مهند باسل هو أستاذ الأخلاق الطبية بجامعات بوستن يعني بيدرس مادة الأخلاق ببوستن وبده يدرس إن شاء الله بهارفورد بس هي مو هي مصدر رزقه ما هو بياخد مصاري عليها بسبب مكتبه اللي هلأ عايش فيه اللي عم يحكي معانا منه هو مكتب شو هو ممكن باس اللي يشرح إن أكتب patient advocate لما عمر فأنت شو هو patient advocate شو هو دورك أنت أصلاً من أين تأخذ رزقك من خلافات الناس من خلافات المرضى مع طريق إيه من خلافات المرضى ما فيها طبية إنت مع مين بتوقف إنت بتوقف مع المرضى هو صوت المرضى حقيقة أنا أنا بحاول إن كن واقف مع الحق هلأ إذا المريض عم يغلط لا طبعاً ما بوقف معه يعني هلأ فيه كلمتين دي أرجع لحكيك إنت دكتور ماند هلأ أول شغلة كلمة مفتاحية إنه هذا كان علاج تجريبي ما كان علاج مثبت الشيء الآخر إنت مثل ما إنت تفضلت إنه إحنا دائماً في عنا خلاف مع الأطباء بهيك حالة نشوفها إنه هي جداً مؤيدة للأطباء يعني هلأ فعلياً نحن بالنسبة إلنا نشوف القرار هل هذا القرار هل نجي لعند الطبيب نسأله أبما نسأله عائلة هل العلاج اللي أنت تبعك بدا تقدمه شافي ولا لأ شو نسبة نجاحه وشو ما نسبة نجاحه نقول نحن دائماً إذا فيه خلاف مع الأهل إذا الدكتور إذا إنت قلت لنا إنه لأ هذي بمصلحة المريض نسبة شفاء عالية فصراحة إنه نحن مستحين نوقف مع الأهل بهذه ناحية بس إذا إنت جيد قلت لنا أنا ما كتير عارفاً أوين وفي كتير حالات فعلاً إنه ما في تقرر هو أنه نحن من أقول خلينا نشوف لك الأهل شو بده هو للحق بس مشان الأخوة اللي عم يشاهدوا الحلقة نحن ما عايشين بصدام يومي أنا مو كل يوم عم بتقاطل مع الأهل لا 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 هاي حالات قليلة قلت لك أنا مرة بالشهر مرة بالشهرين وللحق كمان نكون صريح معكم في كتير أحيان يعني كزا مرة رحنا على الاثيكال كوميتي اللجنة الإخلاقية وصفت مع مع أطباء إنه حالة المريض وصلت لمرحلة مغلقة مثلا أنا بذكر له هلأ ولد ولد استسقاء دماغي شديد جداً لدرجة يعني وقتلي عملنا الرنين المغناطيسي تقريباً ما في أي نسيج دماغي بس مهند استسقاء دماغي مشانج اللي ما بيحكوا المدرسة الطب العربية يعني أنه ما في نسيج دماغي كله موية السائل دماغي هو معبي الجمج ما في نسيج كتير قليل صحيح؟ صحيح عملياً في عندنا نحن حجيرتين بالدماغ مليئات بالسوائل موصولات حجيرات أخرى حول الدماغ وبالنخاع الشوكي كله موصول مع بعضه وقت اللي بيصير فيه مشكلة بالإنتاج أو بالتصريف بيصير فيه تراكم للسوائل الدماغية تضغط على الأنسجة الدماغية تتموت الأنسجة الدماغية وتتحلل ويتم استبدالها بسائل الدماغي الشوكي اللي هو ما مسميه استسقاء كل مسترحة إنجلزي هو هايدروسيفرس صحيح أنا كلمي؟ هايدرو هايدروسيفرس تمام في الحالة ولد الولد فيه قاعد معنا قريب الشهر ونحن قاعدين عم نحكي مع الأهل والأهل ولا يعني ما عم يغيروا رأيهم إنه لازم نكفي إنك لازم والولد ما عم يحرك عضلة تقريبا مو بس ما في أي دماغ ووصلت لمرحلة إنه حكينا مع الاثيكال كوميتي إنه نحن ما عم يقدم هالمساعدة بدهم ينقلوا عمشفة تاني ينقلوا أو بدنا حل فوقتها تدخلوا اللجنة أخلاقية حكوا مع الأهل مو شغلة سهلة مو جمعة ولا جمعتين ولا تلت جمعات ظلت تقريبا عشر أيام ووصلوا لإتفاق إنه خلص حاجة إنه بالفعل النتيجة مثل ما قالنا الـ F-word بالحلقة الماضية هل يجب وليس ننهي الوضع وأخذت معهم شي ثلاث أيام زيارات يجو الأهل يجو الأقاربين والحمد لله يعني انتهى الموضوع بخير وسلام طبعا أنت عرضت عليهم options ذكرت عشان أكد على كلمتاك ربما باسي رجعي أكد عندما عرضتوا عليهم خيار ننقلوه على مشفى ثاني يعني إذا بدكن هذا الخيار هذا الخيار موجود دائما بأي تصادم بين الأهل والفريق الطبي عندهم خيارين يأما ياخدوا رأي طبي محايد نعطيهم كل السجلات الطبية وينقلوهم على طبيب ثاني أو على مشفى ثاني وياخدوا رأيهم بشكل مستقل عننا يعني نحن مالنا علاقة يا أم مالك إذا هن وصلوا لمرحلة ما عاد فيه ثقة معنا وهي مشكلة كمان كبيرة نحن بحياتنا اليومية صعب كتير أن أعالج أهل ما عندهم ثقة فيه فالأفضل بيكون للمريض أنه ينقلوه على مشفى ثاني طبعا ولكن طبعا في إلى شروط طبعا نقل المريض لحالة ثانية مو مجرد أنه اللي عم يسمعنا محمد أكيد كل يوم يعملوا هذا الشيء ما بصير هيك حالات ومجرد أن الأهل يقولوا نحن تفقنا مع حدا لا لا لازم هداكد طبيب كمان يحكي مع الأطباء هون مش هنصير فيه نقاش طبي يتأكدوا أنه فعلا هذا الشيء دي صاير يعني ممكن هداك ممكن الأهل يمثلوا المريض بشكل غير طبي أو غير واقعي أو لأنه هن متحيزين لأتجاه معين أنه ممكن يغيروا الوصف الطبي للمريض يعني نقل طيب أكيد ما بتأخذوا بسيارتك وبتمشي بيتواصل المشفى مع المشفى والناس يجوز يفكروا أنا صارت معي صراحة بسوريا أنه أخذ ميضة ومشي وراحل إسعاف لا 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 هون ما فيه خاصة بالأطفال ما بعطي مستحيل أعطي مريض هون ولا مستحيل ونازم يكون جريمة بتصير هاي نعم ونازم يكون حتى نقل المريض آمن يعني إذا نقل المريض غير آمن خاصة بالأطفال هاي تعتبر جريمة ربما الكبار فيها وبلاها بس بالأطفال نوة فعودا للحالات اللي نحن متعامل فيها أكتر بكتير من هالحالات هاي اللي ذكرناها هي نقطتين بداية الحياة مثل ما حكينا اللي بيكونوا الأهل ما بدهم يقدموا الإنعاش للطفل اللي هو بعمر 23-24 أسبوع ونحن برأينا الطبي إنه هدول عندهم فرصة جيدة جدا يعني تقريبا معدل حياة 60-70% ومن دون أي أذية دماغية قريبا 40-50% هلأ نحن بجوز المستمعين يقولوا 40% كتير وبجوز الأهل أصلي قليل إنه من دون يعيشوا من دون أذية دماغية وفي أهل كمان بيعتبروها قليلة بس هون بقى بصير بقى النقاش إنه ما هو المعنى الحقيقي للحياة بالنسبة للأهل ما هو المعنى الحقيقي لنوعية الحياة بالنسبة للأهل مثل ما الدكتور باسل ورح يترك له المجال يعلق عن الموضوع تختلف من شخص لشخص من أب لأم الزوج قد يخل كتير أحيانا يكون مختلف عن الزوجة بهذا الرأي في كتير أهل عندهم وجود حياة كافية وجود بس إنه المريض عم يتنفس وعايش معي يكفي في كتير أهل لا أنا بدي يتفاعل معي ياخد ويعطي معي بدي يحس إنه ابني يقول لي رح يوصل لمرحلة صح لي بابا يعرفني إنه بابا في حالات نحن وتيبكون أدية دماغية شددة بقول له للأسف احتمال كتير كبير ما يوصل المشكلة ما فينا نقول مية بالمية هاي مشكلتنا هاي كلمة مية بمية معنىها بالطبع هاي مشكلة هاي بقول له أكيد بقول لي أخي ما أنا أنا ما يعني استغفر الله ما تعمل غير أنا ما أنا ربي يعني ما فيني أقلك مية بالمية ولكن احتمالية يعرفك وياخد ويعطي معك فبصير هاي المشكلة الأولانية المشكلة الثانية اللي حين منعانيها هي إنهاء الحياة وقت اللي بكون الأهل ما جاهزين لإنهاء الحياة خصوصا مثلا مرة أنا بذكر لها الأم كان عمرها 17 سنة الأم تحت وصاية خالتها لأنه أم ما عندها وصاية عليها فهي قادة معها لمدة سنة بعمرة 18 سنة خالتها عم تقلي أنا ما عاد أقدر اعتني فيها بدي شيلها عنايتي خليها تعيش لحالها الأب تبع الطفل عم يقول لي من هلأ أنا ما فيني إدعم الطفل ما عندي راتب ما عندي شغل ما عندك ما فيني إدعمه والطفل تعبان جدا جدا وبدأ يروع على البيت غالبا بعناية مصغرة بدأ يكون تغذية بدأ يكون منفسة هوائية للريئتين والأم ما رح تقدر تعتني وما أنا أدران تقول لك ما فيني يعني إنه شي للمنفسة هي طفلة بعدها أنا خالتها أماني إما وما نوحفيدي آه حفيدي سبحان الله هذا الموضوع هذا تظل معنا قريب بتذكر لها لقريب ثلاث أشهر عم نعاني منه لحتى الأم صارت 18 سنة عمليا جاوزنا هاي أول مرحلة حكينا معه والولد تحسن شوية وراحا ما بعش وصار فيه بعدين بصراحة راح على البيت طلع على البيت ما قدرنا بعد ما وصلنا لمرحلة الأم إنه للأسف صار تقول إنه ما عد بدية يعني إنه let it go أو يعني خليه يترسر الولد تحسن لدرجة ما عد يتيسر دماغه ما تغير أذية دماغية ما تغيرت بس وضعه التنفس يتغير صار على سيباب على قنية أنفية ما عد فيناك تسحب يعني ما عد ما عد فيناك تنهي الحياة ما عد فيناك تنهي حياته يعني بشكل آخر صارت عمره هذا عايش الولد صارت توليت يعني تأخرنا كتير بالقرار فهي المشاكل اللي نحن بنقع فيها بطير وقع باسل فينه طبعا طبعا بس عليك صغير الأصلاة اللي حكيت هذا هو سبب أنه دائماً الغربيين ربما من موضوع ملعب حلقتنا ربما من نحن يوم الأيام ضد الإنجاب الموكر لأنه الإنجاب الموكر هيك بيتخيلوه هنين عندهم غير عندنا وضع مختلف تماما باسل نعم نعم وهي الحارات اللي أنت هاي الحارة أنا في حارة عملت معها ضلينا أكتر من سنة وتسعة شهور عمت عملت فيها بخلاف أخلاقي بشكل أسبوعي اجتماعات مع أهل الموارد ما عحس كرت أفاصيل عنه لأنه الاحترام على الخصوصية الحالي ولكن أحيانا ممكن فعلا تأخذ وقت طويل بس فعلا هو لما بصير عندك هايك حالات يعني لما بيكون يعني نحن بالأخير عم معطي رقم أحصائي كل واحد ممكن يفهموا أو يقرؤوا بشكل مختلف عن الآخر بشكل عام حتى حنا بالأخلاق الطبية ما عنا قاعدة وحدة تقول لك إنه إذا أنت عندك بول 50% فهذا شيء مقبول 30% ما مقبول لأنه بالأخير نحن أنت عملتها الإنعاش حطيته على هالأدوات حطيته على كل شيء بالأخير شلته وعطيته لأهل وأهله هن رح عيش معه بالبيت يعني يا ترى هل هن قادرين على أنهم يرعووا يا ترى هل هن عندهم الجرأة أو القدرة أو الإمكانية أو حتى الاهتمام أنهم يرعووا للطفل ولا لا ويا ترى هل فعلا عيشتوا بهالحالة هاي هي أمر ممكن نحن يعني أي إنسان طبيعي ممكن يتقبله ولا لا وبنفس الوقت أنه إذا في أنت عم تقول مثلا في ممكن فرصة للطفل أنه نعيش 60% والأهل عم يقول لا نحن ما بدنا يعني هاي يعني شوي هن بيكون بالدول الغربية في يعني في مثل ضوابط معينة بحيث أنه فريق الطبي ممكن يروح على هيئات حماية الطفل يقول لهم نحن عندنا هيك ممكن وقت يأخذوا وصاية الطفل إلى شخص آخر يأخذوا مثلا مين حياتني بالطفل هيئة حماية الطفل ما حتعتني فيه ما حيجيبوا له أب وأم صح ولا نغطا هلأ ما رحيجيبوا له أب وأم بس رحيخلوه عايش هلأ معك معك ولكن ولكن ممكن للناس بتفكير بطريقة تفكير نطلق الأنويات نحن نجي من شتركة نحن الدين عندنا بلعب دور مهم جدا وأساسي في ناس ما عندهم هدي الشي يعني في ناس بالنسبة لهم لأ إنه هذا الطفل حقه بالحياة هلأ عادة هلأ مشان نغير شوف على الإعلام أنت وخاصة على السوشال نيديا ووصف سيء إنه بيقول لك بيجي الغرب بيأخذوا الطفل من أهله مو هيك أبدا يعني آخر خيار عندهم إنه يأخذوا الطفل من أهله هلأ عادة بيشوفوا مين هو اللي بده هذا الشي الأم ولا الأب إذا الأم هي رافضة بيحاولوا يأخذوا الولد مثلا أنت ما بدك ما في مشكلة ما في مشكلة من خليه عند الأب إذا ما في جلبي خالي عمي كزا إذا ما في في أسر هلأ ممكن تتبرع أنه يستضيفوا هذا الطفل بما يكبر إذا ما في وقته يعني يأخذوا الدولة يعني بيعملوا قدر الإمكان أي شي بس مشان يخلوا هذا الطفل إذا فريق الطبي حاسس أنه فعلا هذا الطفل ممكن تكون في رسطه بالحياة جريبة وقته بيحطه نواري اتجاهه بس إذا فريق الطبي من أساس أسألك يعني هذا الطفل قضع شوي صعب يعني فبعتم خلاص المشكلة يعني شبه محيولة أنا حابب أعلق بس على كلام مهند عن تعلق الأهل بالأطفال هلأ مهند عم يتعامل معهم بالأسابيع الأولى وربما الأشهر الأولى أنا كطبيب بعناية أنا كنت عناية مركزة طب ما ما قضي شي عشر سنين عني مركزة فأنا مبرأ عليّ حالات لأطفال صار عمرهم عشرين سنة أو خمسة وعشرين سنة وهن أصلا من هدول الحالات اللي مهند عالجوا بيوم الأيام أو زملاء مهند عندهم أذية دماغية شديدة لدرجة أنه ما في أي تواصل بينهم بين أثرتهم بين أبو يعني لا بيعرف أبو ولا بيعرف يعني ما عنده دماغ أصلا أو دماغه في أذية شديدة يعني وبيوصلوا لهدول عادة متوقع لأنه هدول الأذيات اللي هي بسموه الـ الـ اللي هي الشرى الدماغي بيسموهم بالعربي أو بترجمتها أنه بعمره العشرين سنة عادة بيصير عندهم مشاكل تنفسية شديدة ما يبعد بيقدر يطرحوا المفرزات فإذا عالجتهم بهديك الوقت ربما تنقذ حياتهم إذا ما عالجتهم فهذا هو متوقع أنه يموتوا بإلتهابات تنفسية فأنا وصلت وصلتني حالة من هدول الحالات نفس القصة تماما طفل ما عنده أي تواصل مهند ما في أي تواصل بينه بين أبو بينه بين أمه أمه الشرى الوحيدة تعرف أنه إذا هو جوعان أو غير جوعان من صوت البكاء تبعه يعني هو طبعا يعني ما بيبكي أصلا يعني هو صعب مهما حكيت يعني غير حكي موما تشوف صراحة هذا هو الشيء الوحيد لأنه بتحس أنه هو بده هيك أو هو ما بده هيك ولا هو كله إحساس منها بالنسبة لأبو أنا حكيت مع والده ما في أي تواصل ما في أي تفاعل مع المحيط فكان في تعلق شديد منها أنه ما سمحت أنه نوقف العلاجات عنده ولا لحظة رغم أنه وصل لمرحلة يعني أنت عم تعذب وهذا اسمه تعذيب صراحة معانا قرار قرار وعندها أولاد تانين بالمناسبة يعني كان مهي ووحيدة مثلا عندها أولاد تانين بس هذا قلب الأم سبحان الله يعني تراسات هالموضوع هذا يعني النتائج بصراحة مثيرة يعني حكوا مع الأهل بعمر ست سنوات اللي هن حديثي ولادي خدد شديدي الخداجة مع أذيات وتابعوا العلاج تقريبا ستين بالمئة قالوا لهم أنه قرارهم لحد الآن هو الصحيح واربعين بالمئة نفوا يعني أنه لو رجع فيهم الزمن كنا غيرنا قرارهم فهي العاطفة تلعب دور كتير بالدول الغربية على فكرة يعني ليش؟ لأنه عندهم دعم صحي موجود والمجتمع الغربي عنده تقبل كبير جدا يعني هلأ مثلا جدلا طفل شلل دماغي أنت أكيد يمكن شايف هيك شي بالمول عندنا بالمتاجر تلاقيه جاررته أمه قاعد ومغطيته وكذا ماشي ما في هالنظرات الغريبة اللي تنهش ونهش مثل عندنا بالدول العربية لنكون صريحين شوي في تقبل أكبر بكتير بالعكس إذا في شي في تعاطف مع الأهل يعاطف صحي يحكو له كذا وكذا فهذا الموضوع يعني أنا بانتظار شديد جدا لنعمل دراسة باسر رح يساعدني فيها إن شاء الله الأهالي اللي كانوا خدج اللي كانوا حديثي ولادة شديدين الخداجي هل قراراتهم بالنسبة لأطفالهم الخدج تختلف عن الأهالي اللي ما كانوا خدج يعني نظرتهم للحياة هل تختلف وقت اللي بيكبروا ولا لا أنا هاي كتير يعني تخدش لي دماغي ما بتحكي لي عالي كتير هالفكرة هاي طبعا صعب كتير لأنك تلاقيهم وتلقطهم وأنه يكون عندهم خدج صعب كتير كتير تتحقق بس بحب أعرف شو رأيهم بالحياة شو رأيهم بعد ما وصلوا للمرحلة المشكلة اللي أنا بعاني فيها وتي بفكر بهذا السؤال الخديج حديثي الولادة الشديد الخداجي يا أما بده ينجو ويعيش ووضعه طبيعي ورح يفكر أنه أكيد هذا كان القرار الأفضل يا أما لو بدي يكون معه تخلف عقلي ومشاكل يومية وما رح يوصل لمرحلة التفكير أنه أنا هالقرار كان أحسن إلي ولا لا الأهل هن اللي فكروا عنه ولحد الآن عم يتعاملوا معه فأنا هاي المشكلة اللي بعانيه دائما وما بغزر يعني وحتى مهند يعني حتى حط حالك مكان هالأهل يعني بعيد الشر يعني ولكن إذا واحد حط حاله مكانه يعني بظن أنا إذا بتسألني السؤال مثلا هلأ أو بعد سنة ممكن أعطيك جوابين مختلفين تماما يعني يعني حتى الأهل نفسه ممكن ما يعطوا جواب دقيق بناء على الحال النفسية تبعون بناء على جهدهم مع الطفل بناء على اللي شافوه يعني خيني يقول لك يا هامرتان هذا اجتهاد اجتهاد اللي بتغير بمرور الزمن يعني هذا اجتهاد انت هلأ وهذا اللي تفترضه أنه هو الصح لطفلك أو لحالتك وبعدين تبين لك اجتهاد مخالف أنه كان يا ريت ما عملنا هيك طبعا هاي جمال الحياة بالمناسبة لو علمنا الغيب اخترنا الواقع إذا تعرف الغيب يا مهند صدقني ما بتغير طعم الحياة أبدا جمال الحياة تستكشف شو متوقع لك صحيح؟ صحيح بس بالعودة لموضوعنا طلال المهند يعني الـ F-word بالأطفال إلى طبقة صعوبة أكتر شوان من البالغين لأنه انت هون كطبيب يعني صار عندك مسئولية أكبر لأنه صار أنت واجبك باتجاه الطفل كمريد واجبك كمريد باتجاه الطفل أكبر من واجبك له باتجاه المريد كبالغ من ناحية أخذ القرار لأنه انت هون وقتا في حال صار رفض وقتا انت رح تلعب دور أكبر بتحديد المصلحة وتقول أو الضرر وتقول لا أنا هون بدي أخذ قرار يعني بدخل المعركة أو نقاش أو صدام مع الأهل بشان بالنيابة عن هذا المريد بينما المريد البالغ طيب ما هي هي الفكرة أخي باس أنا لما الطفل مريد بالغ وبدأ دخله على عمل جراحي وبدأي له نسبة نجاح العمل جراحي هو 60% ونسبة الوفاة 40% هو حر هو بالغ وعاقل هو عنده قدرة ياخد القرار فسواء أخذ أنه شرحناها موضوع الـ بس بحالة الطفل هذا الطفل ما عم ياخد القرار عن نفسه أنا عم أحكي معه أبو مع أمه فأنا ما عم شرح للأب مثل ما قالك مهند أنه من اللي بيقرر أنه 60% هي نسبة مقبولة والـ 4% هي نسبة مقبولة على أساسه أنا بدي أنه قبل من أبي يقول أي ومن أهل تاني يقولوا لا فعلا المشكلة صعبة صراحة نعم مشان هيك أنا أقلت لك نحن الأخلاقيين طبيعين لما درسناها لأين حالنا واقفين مع الأطباء أكثر لأنه الطبيب هو اللي عم يقرر 60% رقم مقبول جدا نروح خلص نحن طيب مهند أساسه عم تقول 60% رقم مقبول أنا مهند أعم أنت طبيب أطفال قياسا على النتائج العامة من 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات وقت اللي بتقارن أنت شو الولد ما كان أنا وقت اللي عملت اختصاص الأطفال كان أولاد 24 أسبوع يعني يالله يعيشوا 25 أسبوع بيعيشوا بس 60-70% دماغهم خالص بتقارن هلأ بتلاقي أنه النتائج حسن كتير وفي أمل أنه يتحسن أكتر وأكتر يعني كل يوم عم تطلع علاجات جديدة حتى للأذية الدماغية ممكن تحسن الوضع ف60% أنا من نسبة اللي بس جاوزت 50% أنا أميل باتجاه صح على المشفى اللي أنت قاعد فيه بأمريكا عموما فأنت لو نزلت اشتغل بالشرق الأوسط خاليني ما بيقول الحرس الوطني هو مشفى متطور لو نزلت على سوريا مثلا صراحة وبسوريا خاليني أنا ما برف ما عندي فكرة أبدا أنا محكي كلام من عقلي أكيد 24 أسبوع 25 أرقام ما موجود عندهم بس لو كان نسبة الأذية الدماغية محققة بعمر 30 أسبوع فأنت كنامك هيتغير وده أنا غلطان لا لا أنا وقت اللي نزلت على السعودية بهالس سنتين تغير أسلوب كلامي مع الأهل 180 درجة بكل ما تحمله الكلمة من تغيير بس إمكانيات الحرس مقاربة لإمكانيات مشفىك الحالي بس أنت لو نزلت على مشفى بمكان عادي عادة عن عادة عن عامل مهم جدا هي متابعة المرضى بعد ما يطلعوا من عنه لأنه مثل ما حكيت الشيء الأساسي بالنتاج النهائي لأي حديث ولادة هو الوسط الاجتماعي والوسط اللي عايش فيه والدعم اللي عم يوصله لأنه نحن نتعلم بالاتصالات بالدماغ أكثر ما هو حجم الدماغ نفسه فأحيانا خديج من دون أي أدية دماغية بيكون نتاجه النهائي من ناحية عصبية أسوأ بكتير من خديج معه نزف دماغي درجة تالتي بس الوسط الاجتماعي أفضل قصدك التواصل مع الآخرين يعني هو الأيام الأولى والأشهر الأولى طريقة التواصل مع المحيط مع المحيط وبعد ما يتخرج من البيت عم حكي بالبيت أنا طبعا على البيت هذا أهم هالفترة هاي أول سنتين من حياة مهمة جدا جدا اللي عنده أخ أخوي بيكون نتاجه النهاية أحسن بكتير من اللي ما عنده أخوي لهالدرجة بس يكون حد يعمل عظم فأكيد بهالحالة الجوال أو اليوتيوب أو هالما بعرف شغلات وخنوات الأغاني أكيد هي بتعمل أسوأ النتائج هاي مثبتة حتى مع الأولاد الطبيعيين تمام لأنه ما في تواصل لأنه ما في تشغيل الدماغ يعني كلامك صحيح أنا لما بدي إحكي مع الطفل التاني الطفل بيحكي مع الطفل الدماغ حيتطور أكتر بينما حيستمع وفي عجز عن تقبل الرأي الآخر لأنه وقت اللي عم تحكي مع الشاشة بتحكي معها بتأمرها بتأتلها ما يجي أنت على البني آدم بتأتله بتحكي معها برد عليك تصديقا تصديقا لكلامك أنه الأطفال ما بين العمر الستين للسنتين في حال قضوا ساعة واحدة باليوم على سواء شاشة كمبيوتر تلفون آيباد كل شيء الوجد أنه هن متأخرين بصار عنده تأخر إدراكي أكبر نعم شكرا نعم فالنقطة تبعيتنا أنه هالقرارات تختلف بالزمان وبالمكان وبالفريق الطبي الموجود كمان قدراتهم كمان تلعب دول وبالأهل نفسهم يعني ممكن تقلي مثلا أنا 30% نسبة نجاح عند مريض في كل الإمكانات حواليه واحد تقلي 35% نسبة نجاح و40 نسبة نجاح ولكن صراحة أريد يروح على مكان ما عنده أي موارد ممكن تنحط باتجاهه ممكن فكر الموضوعين بشكل مختلف مع العلم أنه هذا الرقم إحصائيا أكبر من هذا طيب أنا باقي أنا بوقت ما هذا الحكي باقي نقطتين مهند إظن نقرب على الساعة حديثنا ساعة نحن حبينا كسبانينا كل يوم فطولنا نحن اليوم فأنا مسرور أني بوجودك معنا نقطتين سأسألك إياهم أول شي شو تعليقك على أمل الكاذب الذي زرع الطبيب الأمريكي نحن نفخر بأنه الطباء البريطانيين كانوا جدا يعني عملوا الصح بس بنفس القصة في طبيب كان مخادح حقيقتان وعطاهم أمل كاذب فما رأي بهذا كان أمل كاذب لأنه القصة بتمشي أنه بشهر نوفمبر حكوا معه قال لهم في علاج تجريبي ممكن جربوا عليه وقت اللي رجعوا حكوا معه بشهر واحد وقت اللي كان معه صرع لأنه بريطانيا داعش ما أقدر الطبيب أميركي يزور ويفحص الطفل أنت داخل بالقصة بتفصيل نعم نعم ظهر واحد وقت اللي حكوا معه قال لهم بدي أفحص المريض لحتى تقرر فيني عالجه ولا لا تمام فقال له نجيبوه لعندي لا قال له نجيبوه ما أجي بعدين راح لعندن هو آه آه أو الله أنت داخل بالقصة راح أنا عم حكيها من شوفها بالواقع حقيقة أنه طبيب بيكون أنا عم عالج طبي مريض مثلا وأنا على الآن فيه بين قوسين وأخد قرار بعد يعني مو بيسهولي يا جماعة هذا يعني إحنا بشر بالنهاية مهما كان دينك ومهما كان معتقدك مو بيسهولي أنه حياة الطفل حقيقة أو كبير أو كذا لو ما أنت فعلا واثم أنه نحن الطبيب مع الأهل ومع المريض لدرجة ممكن تأذيهم صراحة أو لا غلطان أنا يعني بالعموم وقت اللي بيجيني طلب وجاني يمكن شي أربع خمس مرات بالفترة الثناث سنة الماضية وقت اللي بيجيني كرأي آخر ما بيحكي مع الأهل أبدا أبدا لحتى أحكي مع الفريق الطبي طبعا من ناحية احتراما لهم لأنه هن اللي عم يعالج وهن اللي عم بالمعم مع يعني وبنحية ثانية أنا ما بدي أعطي رأي قد يكون مخالف للي هن شايفينه هن عم يفحص المريض أنا ما شفت حقيقة تمام نعم حتى اختيارنا هون الكلمات أنه نحن نقول الأطباء أنهو حياة المريض حتى هذا المصطلح نحن نحاول ما كتير نحك في لأخلاق الطبية ونقول نحن ما أنهينا حياة المريض نحن سحبنا الإجراءات اللي كان تحد من موته يعني هو مريض ونحن موت نحن كنا موقفين موت أنا بقول لهم أنه بدي أعطي الدعم الكافي للطفل الطبيعي ليعيش إذا ما قدر يعيش فبيكون ما أدري يعيش يعني أنا هيك بحط الموضوع عواض ما نقول سحب الدعم خي سؤال أخير أخينا مهند سؤال اللي بحكوه جداتنا وإمهاتنا أنه السباعي السباعي اللي عمره سبع شهور اللي بيولد يعمر سبع شهور فرصه بالنجاة أو أنه بيعيش أكتر من اللي بيولد عمره 8 شهور الحمل فلا حكي صحيح أو لا هذا مثبت بكتير كتير دراسات أنه حكي غلط 100% كيف يعني غلط يعني اللي بيولد بعمر 8 شهور حملي فرصه أفضل من اللي أبو 7 شهور سباعي أو لا لا أساس أنه هذا في جني وهذا ما في جني يعني الفرص منتضاردة وكلها تعتمد على وين ولد وكيف ولد وشو الإنعاش اللي هي رح تتحدد مستقبله كل اللايات اللي جاي لقدام فمعنات اللي بيولد يعني أنا خلاصة الكلام مشان أكد كل ما كان زائد يوم واحد في بطن أمه أفضل له أكيد أبو 7 شهور مو متل أبو 8 شهور طبعا مع فوق ظروف يعني كل يوم تقريبا كل يوم هو مكسب بدنا نكسبه و بقال لهم بالأجنب يطبخي ببطنك كل ما طولت الطبخ يسوي أكتر فهي هاي هاي كتنا الأساسية طيب جميل جدا والله أنا جدا مسلول باللقاء وفعلا مسلول بالعفوية اللي مشينا فيه يعني أنا ما كنت بخطط له أبدا ربا ما كنا بخطط فيه ونحكي هالكلمتين ونشوف كلمين شو عنده فأنا مسلول جدا بصدارتك أخينا مهنة زي بتحب تحكي كلمة أخيرة وبعدين بعطي مليفون لباسل ومنه اللقاء لا لا الله أعطيكم العافية اللقاء جميل جدا جدا أنا بس حاطت قدامي تقريبا ست نقاط للمناقشة ما ناقشت ولا وحدة مننا الحمد لله لا 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 بس استفدنا أكثر بكتير من النقاط أتوقع النقاش عفوي كان جميل جدا في أخد ورد وفي آراء مشتركة وآراء يعني غير مشتركة وهذا هو الطب مستحيل يكون طبيبين لو كانوا كلهم متفقين مصيبة بصراحة صحيح صحيح أنا بوافقك تماما وبدي أقول يعني أنا يعني أطبار أطفال عندهم كأخلاقي طبي يعني عندي احترام زايد لهم عن أقرانهم آخرين لأنه فعلا مشاكلهم الأخلاقية مو كم مشاكل بسببوها ولكن يتعرضوا لها في إلى طبقات من التعقيد أكبر بشوي بحكم يعني الله يكون بيعونكم وتصلوا فينا يا جماعة بلزمكم شي أستعني عنكم يا سيدي جميل جدا جزاكم بالله خيرا بتمنى الأخوة المشاهدين يستمتعوا بهذا اللقاء أنا جدا مسرور وإن شاء الله يكونوا مسرورين جميع وإن شاء الله يكون أضاءنا على موضوع الفيوتايل كير عند الأطفال أو البيدياتريك مجموعة الأطفال إن شاء الله ملتي معكم بلقاءات تانية إن شاء الله منستضيف مهند مرة تانية أكيد بازل هو من أهل البيت صار وحاستضيف أنا المخطط صراحة الكورس بيكون أجمل وأجمل إن شاء الله السلام عليكم جميعا وعليكم السلام